موسيقى تمام فالمحبة بالنسبة للإنسان هي المحبة ليست شيء كمالي لكنها احتياج أساسي بدون الإنسان يموت أدبيا ونفسيا ويموت في المشاعر وحتى يمرض جسديا يقول الكتاب آية حلوة قوي في سفر نشيد الأنشاد أصح تمانية وعدد سبعة يقول إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا بمعنى أنها ما تساوش على فكرة ده بيحصل اليومين دول نلاقي الأباء أهم حاجة عندنا أو عند كثير من الأباء أن نحن نوفر الاحتياجات المادية للأولاد فتلاقي الأب يسافر ويختفي من المشهد وما يكونش موجود في البيت وأوقات طويلة بيشتغل أنا أعزوله لكن في نفس الوقت هو فقط شيء مهم جدا الأولاد محتاجين الاحتياجات المادية لكن عدم وجوده لم يروا الحب لم يشعروا الحب وكانت النتيجة أنهم خرجوا يدوروا على الحب بره بره محيط الأسرة ونلاقي بعد كده هو يظهر الإدمان ويظهر الجنس ويظهر العنف ويظهر شخصيات مهلهلة تخلي المجتمع يتحرك في اتجاه سلبي لتحت وتحتاج علاج نفسي طويل والسبب الأساسي هو غياب الحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر